السيدة الغايد محمد حمدانا مبارح في لغاء له في سكاينيز عربية وكان لغاء جميل جدا جدا يعني أنا ما عندي فوق أي انتقاد وما في فرقة ذاتها بتخليك تتدي انتقاد ذاته يعني ما شاء الله ما علينا إلا نقول ما شاء الله ولكن السيدة الغايد قال كلمة والكلمة دي الصراحة كلمة حقيقية جدا جدا والكلمة دي أنا شدتني خلتني أرد يعني أفسرها وأنا ده أتعلق عليها قال المجتمع الدولي هو الأمم المتحدة أو بعض الدول العالم يعني أدت شرعية للبرهان يعمل البرسودان كعاصمة مؤقتة وأدت السفارات هناك وجاءت خطة السفارات في برسودان وكذا وطبعا الكلام ده يعني ما معاناته المجتمع الدولي يواقف مع البرهان لا بالعكس عشان يمشي مصالحهم في السودان فقال لهم إتزول ديتوا شرعية شرعية في الانقلاب طبعا هو يوم 15 أبريل العام الانقلاب على السلطة وعلى أعضاء مجلس السيادة ويهود ما قال السيدة الغايد تزعى من أعضاء مجلس السيادة الآن برى المجلس وده يعتبر انقلاب افترضنا بأنه الدعم السريع يعني سبب الحرب وكذا الباقين ده زنبهم شنو ولكن ده كله كلام غير صحيح وده انقلاب على السلطة فإتزول مغالب على السلطة وديته شرعية وعمل عاصمة مؤقتة في برسودان وهروبا من المشاكل في الخرطوم يعني هو ذاته يعتبر لاجئ ما عنده شرعية حتى وخطي سفاراتكناك وزاي ما قال السيدة الغايد نحن لو وصلنا ببرسودان سفاراتك ده حتودي هنا حتودي برى السودان كده كده الانسان ده مقرب ونحن ما م bluff ليهو ده وطننا ونحن كلنا سواسية في الوطن حنوصل به ببرسودان وحنقلع منه ببرسودان السفارات ده حتوديه بين فلذلك يا جمعة وأنا شايف من المجتمع الدولي والميديا دي هذه مع عبارة د مجتمع الدولي كلامنا د بو وصلهم نحن شايف الأفضل ما يدو البرهان شرعية يسهب الشرعية من البرهان البرهان ما رئيس لمجلس سيادة البرهان لا يمثل الشعب السوداني ولا يمثل السودان نحن بنوصل برسودان إن شاء الله تعالى في الغريب والعاجب وبنوصل أي منطقة بقعة فاكة البرهان والبرهان دلو مارك برسودان نحن بالأنتربول منجيبه ومنسلهم للعدالة السلام عليكم